ومقترحات اعتقدنا الناس تأتي في السياقات اللاحقة بما في ذلك اقتراح تنشيط فريق العمل بشأن محتجز أستانا ولكن هذا المقترح لم يقبل ومنذ الثاني من إبريل اخلاء حوالي أربعة آلاف من المقاتلين والعائلات والمدنيين الآخرين من دومة إلى شمال سوريا تم تنفيذه ولكن في الثالث من إبريل كان هناك تصعيد كبير في العفاق تقارير بشأن هجمات جوية مستمرة وقصف للدومة وقتل للمدنيين وتدمير للبناء الأساسية المدنية وهجمات تؤثر على أو دمرت مرافقا صحية وكانت هناك تقارير كذلك عن قصف لمدينة دمشق تبقى للتقارير قتل عدد من المدنيين جيش الإسلام طلب اشتراكنا في محادثات عاجلة ولكن لم يكن هناك رد عندما أرسلت هذه الرسالة إلى الطرف الآخر وفي السابع من إبريل في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلية بدأت تقارير في التواتر بشأن هجوم مزعوم بالأسلاح الكيميائية في دومة وانتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما يبدو وأنه أطفال ورجال ونساء غادروا الحياة والمنظمات غير الحكومية في الميدان ادعت أنها تلقت المئات من حالات من المدنيين تظهر بهم أعراض تتسق مع التعرض لمواد كيميائية ونفس هذه المنظمات زعمت أن على الأقل تسعة واربعين شخصا قتلوا والمئات جرحوا